واحد من احسن لعيبة في منتخب مصر اكيد رؤيتك لمنتخب مصر واحنا دقينا عبطولة زي دي مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها فتعان نتكلم بقى كده الاول انا اكيد رؤيتي مختلفة عنك لكن انا بسمع من جوه العيلة بتاعت الهاندبول انه جرسية مدرب عالمي خطير مرعب كل الحاجات الايجابية بتتقال عنه حسين زكي اوصف لي الاول كده الجهاز الفني لمنتخب مصر الجهاز الفني لمنتخب مصر انا شايف ان هو على اعلى مستوى احنا بقى انا فترة كجهاز فني منتخب مصر متكامل حلو اه فيه ربط ما بينهم وبعض من منتخب الناشئين لمنتخب الشباب لمنتخب الاول اه فيه ترتيبة او فيه توليفة كده احنا عاملينها اه حلوة ميش اه يعني السنة اللي فاتت كنت انا وهاني موجودين مع الخبير الاسباني وابتدنا ناخد السيستم والطريقة منه تعلمناها دلوقتي موجود مكاننا كان قابليه حمد الروبي اه فالاتحاد ماشي بسيناريو حلو جدا ان هو بيعمل مدربين بيخلق كوادر بيخلق كوادر جديدة بيعلم الناس حاجة جديدة بيعلم الناس بيوديهم لشكل جديد وده صح جدا اه لان انا شايفهم ده صح جدا لان انت لازم تبقى الهندبول يا جماعة احنا بقى انا فترة بنعمل كده احنا كل عشر سنين يجيب مدرب سوبرستار بتدفع فيه مبلغ كويس بيعلم لك كوادر صغيرة تقدر تمشي بعد كده تجبر فهي اللي تمسك الحكاية بالضبط تمشي بعد كده تجبر في المكان ده فتقدر تقدي الشغل اللي هو اللي بيقديه الفريق الاول فشايف ان جهاز منتخب مصر دلوقتي هو جهاز متكامل عندك مدرب حراس مهار مع الاعلى مستوى كان واحد من الناس كان واحد من الناس اللي هي وغدة بطل عالم بطل الومبياد بطل عالم مرتين عندك انتونيو كارتون اللي هو المعد البدني المعد كويس جدا عندك محمد شوقي في العلاج الطبيعي راجل جد بروفيسير وراجل انا عشت معاه كلاعب وكمدرب راجل من الناس المحترمة جدا الجهاز الاداري على اعلى مستوى نور ومحمود عندك من احسن المحللين الفنيين محمد امام فعندك جهاز كامل متكامل تحت قيدة الكابتن علاء السيد وكابتن مومن صفا وكابتن نشان نصر طبعا رئيس التحاد انا شايف ان هي توليفة كويسة جدا خصوصا ان احنا دلوقتي احنا برا المنتخب مجدي جوا مجدي بطل عالم بطل عالم هو لعب بطل عالم هو مدرب فدي حاجة طبعا بالنسبة له محضيف كتير جدا في الجهاز الفني منتخب مصر ده اللي برا اللي جوا في المرعب كما انت معاك توليفة خمس ستة اجيال في الفريق اعتقد يعني اه خمس ستة اجيال وخمس ستة اجيال مشتهمين يعني انا شايف ان هما من اقوى الاجيال اللي جات في فريق مصر دلوقتي طبعا الفرقة دي من اقوى الاجيال من اقوى الاجيال او تتصنف من اقوى الاجيال اللي موجودة يعني احنا الجيل بتاعنا بيقولوا جيل زهبي جيل اللي قابلينا طبعا لازم الناس تبقى فاهمة ان كورت اليد مجادش كده من فجأة او مفيش جيل جيل مرة واحدة طلع لقى نفسه جيل محترم لأ احنا شفنا اللي قابلينا كانوا كويسين جدا وكنا متعلم منهم والجيل اللي بعدين اشاف مننا كتير يعني معظمهم انا فيه منهم ستة او سبعة نلعبت معاهم في الملعب وفجأة بقيت المدرب بتاحهم فدي حاجة انا شايف ان هي يعني في حاجة فانا شايف ان الوضع دلوقتي اجيال لابت هندبول حديث كان معاهم مدربين ليهم اسماء معاهم كوادر ليها اسماء معاهم مدير فني اذا كان المدير الفني ديفيد ديفيد او باروندو شايف ان هم اتنين مدربين انا من وجهة نظري من احسن المدربين الموجودين على ساحة كورت اليد دلوقتي كل واحدة ليه ميزة فشايف ان هم يعني عندهم توليفة كويسة جدا يعني طب الاستفادة من فرقتين اخدوا يعني عندي فرقة اخدت كاس عالم وفرقة اخدت تالت عالم ناشئين وشباب ودول منهم موجودين ناس يعني نجوم الفرقتين تقريبا او يعني موجودين مجموعة منهم اه مع اجيال كبيرة لحد جيل يمكن اه انت بتقولت كمان ست سبعة لعيبة اللي لعبت معاهم يعني فانت كل الاجيال دي موجودة ازاي استفيد من فكرة ان انا عندي بصها كريم حولي حاجة هي فيه مشكلة الناس اللي لازم تفهمها انت عندك العناصر الشابة دي بتبقى عناصر اه عندها قوة اه عندها حماس كده حماس هو بيلعب بطولة عالم طب بس الناس لازم تحط في مخن دي او بطولة عالم كبيرة طب لما بتلعب في منتخب الشباب او في منتخب الناشئين انت بتلعب الناس من سنك طبعا نفس السن اه فانت تتغلب عليهم بحمسك بقوتك العيبة الاوروبيين فيهم حتة كده ان هو ايه الا مبالاة عادي حكسة بخصر محدش حموتني يعني انت عندك هنا بتاخده على صدرك او تاخده على قلبك او بتبقى عايز ده انا عايز اكسب فبتلاقي منتخب الشباب تمالي عنده الحمية وعنده الباور اه ان هو يقدي معاك مش خلاص لما بيطلع المنتخب الاول ما تنساش ان الناس دي اغلبها كانت بتشوف النجوم دي عشان تصور معاه طبعا فاني فدي نقطة فدي نقطة الخضة هنا يعني بيقى في خضة شوية اكيد حيبقى في خضة ده شغل الناس القديمة هاي زمان زمان على جيدي انا لما كنا بنلعب انا اول ما طلعت منتخب مصر كنت بقى عشق عاجس مها تالن دي شو بايب ماشي وبتمنى شوف جاكسون ريتشارسون عشان تصور معاه اه طبعا وفجأة لقيت نفسك انت بتلعبهم قدامهم ماشي اه موجود معاهم في الملعب ماشي اه هو بالنسبة لك بقى لعيب عادي عادي خلاص يعني خلاص اه هو لعيب جامد بس يعني انا حول عادي منه فعادي مفيش مشكلة مش فارقة معايا صح الرؤية بالنسبة له سهلة ماشي دلوقتي الناس دي محدش فيهم لعب كس العالم اللي فات حالي و بس عصدي ان انا خدت البطول وتكسل العالم حتى لو في مرحلتي هي دي اللي احنا نستفد منها ما ما تكسرش شوية حاجة هي دي اللي احنا نستفد منها اه ان دو بطل عالم الميزة كمان ان انت الناس اللي راحت اللي باطuckt بطل عالم واحد اPS ااو واحد بيست سكورر وببست م открыв واحد بيست جول كيبر ماشي فمتع عندك الثلاثة يريدون أن يثبتون نفسهم وميزين قوي يعني في حتة آه يريدون أن يثبتون نفسهم عندك الآربعة منتخب الثلاثة والثلاث عالم هم ثالث عالم أربعة مميزين جداً أربعة الأندية كل مصر كل الاتخان عليهم صح ويريدون أن يخرجون أخرى ويقوموا بإمكانهم يريدون أن يكونوا يتكلموا على إعترافه فهذا يجب أن نضعها في الكدر الصحيح لا يمكن أن نضغط عليهم وفي نفس الوقت هم عليهم عباً لأنهم معهم لعيبة كبيرة لازم يبقوا تحت سيطارة حتى لعيبة كبيرة وهم يتعلموا من خبرات اللعيبة القديمة صح فدي توليفة حلوة جداً أنا عشت معهم فيها عشت معهم فيها إن هي لأ موجودة مثلاً تلاقي حسن قداح بيتلاقي علي زين ويحيى الدرع وقفين معاه على طول بيكلموا محسن تلاقي حمد الأحمر على طول بيكلموا دودو وهتلاقي يحيى الدرع إسلام حسن بيكلموا فدائماً فيها جيال مختلفة في كل مشهد ففيه أجيال مختلفة المنتخب نفسه التوليفة اللي موجودة فيه دلوقتي خلي بالك هي توليفة حلوة جداً يعني هتلاقي أغلبه مصحاب حتى التمانية الكبار مصحاب جيل واحد معاد أحمد الأحمر أحمد الأحمر هو من جيلنا إحنا اللي لحقنا اللي لعب معنا وأعتقد أنه يعني أكتر واحد أقرب لكم أقرب لنا إحنا لكن إحنا مثلاً لعبنا إحنا لحقنا جيل تمانية وتمانين اللي هو فيه إسلام حسن وممدوح حاشم ممدوح حاشم ممدوح حاشم ومصري كاليفينداوي علي زين لعب معايا ساند لعب معايا أنت عندك أجيال أنت لعبت معاها طبعاً فهما فيهم ميزة أن الأولاد دي متكتفين مع بعض بيحبوا بعض دي أهم حاجة فأي رياضة فأي رياضة فأي رياضة وأي فرقة بيزات فرياضة جمعية طبعاً مش عايزة كلام يعني